ان شاء الله في مرحل اللي جاي تأثير القبضة على محمود عزة على جماعة الإخوان نفسهم يا دكتور هل هنلاقي مقاومة واستغلال دوليا ولا الانشققات الحصلة بالفعل هتوضح أكتر على الساحة وعصتها ده سؤال مهم وصعب بحسمه دلوقتي ولكن من الناحية المنطقية ومن ناحية تحليل الموقف وقراءة الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي فاتت من تلاتين ستة زي ما بقول حياتك الجماعة فقدت المساندة الشعبية لها وكان في بعض المتعاطفين مع الجماعة فيما قبل تلاتين ستة كانوا متعاطفين مع الجماعة مش منتمين لها ولكن متعاطفين معها انفصلوا عنها ولفظوا فكرة ان هما يكونوا مناصرين لها فأصبح العدد اللي بيشتغل تحت مظلة الجماعة عدد محدود جدا سواء في الداخل أو في الخارج لهم تأثير قد يكون لهم تأثير بعض الشيء على بعض الشباب لما مش شايف ان محمود عزة حينتج عنه عمل ضخم في يعني يقلق المصرين في المرحلة اللي جاية ده مش معناه ان احنا مش معرضين لعملات إرهابية بس ده بصفة عامة ده مش معناه ان احنا مش معرضين لخطورة بصفة عامة ولكن الحادث ده نفسه هيكون الفايدة منه اكبر من خطورته الفايدة منه جاية من ان هيقدرتي تثبطي العقل المدبر والإدارة في جماعة الاخوان وده معناه ان انت عندك حصيلة معلومات خاصة ان معظم قادتهم الان في السجون المصرية او مشتتين على مستوى العالم هذا الشخص كان لسه طاليخ لسه بيخطط ولسه بيشغل ناس تحت ايديه بالدليل اللي كان في البيانة تواجد الكمبيوترات التليفون استرائية بعض الخطوط الدولية بالذات فهو كل الحقيقة تقدر تثبطي هذا الشخص بما لديه من معلومات ده حيطلع منه حاجات كتير في التحقيقات بلا شك احنا عندنا الناس محترفة في عملات التحقيق من ناحية تانية الكمبيوتر اللي اتضبطت معاه سيتم تحليل المواد الموجودة داخلها وبلا شك هتكون فيها معلومات غنية جدا لاجهزة الامن اجهزة تشفير اللي بيتم استخدامها من قبل التنظيم الارهابي بيتم تحليلها وبيتم معرفة المصادر بتاعتها ومنشوف اذا كان فيه وراها اجهات ولا هي حاجات يعني زي ما بيقوله عند شلف يعني حاجات بتتباع للمواطنين اللي عاديين كل المعلومات دي بتقدر تدي اجهزة الامن نقلة اعلى في الاختراق وفي المعلفة واحنا هنا متطمنين ان هم قردي بقى عندهم اختراق للتنظيم الارهابي وإلا ما كنوش قدروا يحددوا مكان هذا الشخص وقدروا يزبطوه ففكرة الاختراق موجودة فكرة تكسيف المعلومات والحصول على معلومات اكتر ده شيء مهم جدا عشان نقدر نحمي الشعب المصري من عمليات ارهابية محتملة ده من ناحية من ناحية تانية حكيت بتكلمي على الشق الدولي هل هيستخدم القبض عليه في الشق الدولي انا اعتقد ان مصر تعاملت بالشفافية عالية جدا في عمليات القبض لانه كان ممكن يعني في دول اخرى كان ممكن يتم تصفيته دون القبض عليه في دول اخرى كان ممكن يتم القبض عليه دون الاعلان يعني يستجب لفترة طويلة وبعد كده فكون ان حياتك النهاردة ابطت عليه حي ده يعني كردت محسوب لاجهزة الامن ان حياتك بعد القبض عليه اعملت اعلام واعلان لكل وسائل اعلام احنا قبضنا على هذا الشخص وبنحيله للنيابة العامة لاستكمال تحقاتها معاه انا اعتقد ان احنا كده في الاتجاه الصحيح 100% من ناحية تحقيق النتيجة وفي نفس الوقت مراعاة الابعاد كلها سواء كنا منكلم على البعد الدولي البعد السياسي البعد المعلوماتي احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح يهمني رأي حضرتك كخبير في الارهاب